مصريين كلهم فرحانين بالشكل اللي ظهر عليه منتخب مصر وأكد على العرض القوي اللعب ومباراة اللعبها قدام كود ديفوار في مباراته ومواجهته مع المغرب المباراة الأصعب والأقوى والأجمل بالمناسبة في مشوار المنتخب الوطني من سنين طويلة أنا مش مع مظاهر اللي احتفال المبالغ فيها اللي شفتها لكن فرحان مش بالمكسب بقدم أنا فرحان بعودة الروح والشخصية مرة تانية اللي غابت لسنين طويلة حتى رغم وصلنا لكسر عالم وحتى رغم وصلنا نهائي أمم أفريقي قبل كده ما شفناش المنتخب المصري بالشكل ده وبالروح دي وبالحلاوة والجمال في الأداء وفي النتيجة زي ما شفنا في مباراة المغرب وده اللي خلينا نرفع سقف طموحاتنا لللي جاي واللي جاي صعب جدا مش بس صعوبته جوة الملعب لكن أعتقد كمان في صعوبات هنواجهها بره الملعب ويمكن تبتدي معنا من النهاردة بالمناسبة خلينا نقول لكم أن المنتخب الوطني طلب من اللجنة المنظمة البطولة أنه يغير مقر الإقامة لأنه مقر الإقامة إمكانياته متواضعة جدا وبالتالي بعد رحيل عدد كبير من البعثات بعد خروجها من البطولة طلب المنتخب وده اللي هيحصل السناريو الأقرب للحدوث أنه ينقل مقر إقامته لفندق أكثر يعني استعدادا خلينا ناخد طبعا وجهة نظر كابتن خالد جدالة اللي يمكن عدت معاف أكثر من محطة على مشوار المنتخب المصري وكان ليه أراء في توقيتات مهمة جدا خلينا ناخد وجهة نظره في مرحرة في غاية الأهمية في مشوار المنتخب عشان بطولة أمم أفريقيا وعشان كمان الأهم بعد كده كاس العالم كابتن خالد مساء الخير منور الدنيا الله خليك أحمر مساء النور عرضين أعتقد يعني أثلاجه صدور المصريين زي ما بيقولوا مباراة كودي فور رغم التواضع الأداء الحقيقة اللي شفناه في دور المجموعات لكن وكأن فيه انتفاضة حصلت في مباراة كودي فور وأكدها المنتخب المصري في مواجهة المنتخب المغربي في سيناريو لم يتوقحه أحد حقك كنت متوقع ده كنت شايف أنه المنتخب المصري قادر يغير جلده قادر في نفس البطولة اللي ما أجدش بشكل كبير في بدايتها أن يوصل للمستوى ده والله من البداية يا أحمد كان باين أن العابتنا مركزين ولكن كان فيه خوف من البطولة البدايات دائما بتبقى صعبة جدا بداية أي بطولة بتبقى صعبة جدا لعابتنا كانوا شايلين هم البطولة بشكل كبير جدا وكان واضح عليهم في البدايات بدأ بارات نيجيريا وبعد كده غينيا والسودان كسبنا الماتشين اللي بعد كده ولكن العرض برضو ما كانش مقنع بالنسبة لمعظم الجمهور اللي بيحب المنتخب وبيحب البلد ولكن اللعيبة أنا شايف أن الكورة عايزانة يعني الكورة بتنادي علينا من ماتش الماتش المستوى فيه تصاعد التركيز بيزيد لمة الفرقة بتزيد ودي من الحاجات المهمة جدا ومن الإيجابيات اللي أنا بصراحة مبسوط منها جدا اللعيبة كلها ملمومين مع بعض بشكل كبير جدا واضح أنه هم مركزين ونسبة تركيز ومعدية حتى المية في المية أكتر من كده من ماتش الماتش التركيز بيزيد والإيجابية داخل الملعب بتزيد واخد بالك يا أحمد التركيز خلال التسعين ديئة مهم جدا كل لما اللعيبة بتبقى على نفس مستوى التركيز وما بتسرحش وما بتنساش ومحددة هدف قدامها وعايزين يوصلوله الكورة بتديهم ولكن أنا من خبرتي الكورة عايزانة والكورة جاية معانا يعني الحمد لله حتى بدءا من مباراة طبعا كودفوار زي ما أنت قلت لأن عرض اختلف بشكل كبير جدا أداء هايل أداء رجولي أداء بطولي اللعيبة كلها مستوى ارتفع مش مثلا اتنين تلاتة بقوا كويسين لا الفرقة كلها على نفس المستوى مستوها ارتفع الكورة ديتنا في ضربات الجزاء الحمد لله وبرضو من الإيجابيات اللي لازم نقف عندها اللعيب البديل اللي بينزل بيبقى له دور كبير جدا يعني ده واضح أنه هو مؤهل نفسيا بشكل كويس جدا وزي ما بقول سمة النجاح أو أساس النجاح لنا بإذن الله في البطولة دي هي لمة الفرقة الحب اللي موجود بين اللعيبة إن مش مهمنا بلعب ولا قاعد ولا بديل لا لما بلعب بركز وبدي بشكل كويس جدا شفنا بوجبل شفنا محمد صبحي شفنا يعني الفرقة شكلها يفرح وزي ما بقول هو ده اللي فرحنا إن نلاقي روح نلاقي أداء نلاقي جدعانة نلاقي رجولة النتيجة بتاعات ربنا سبحانه وتعالى ولكن الحمد لله خلال الماتشين وماتش المغرب مبارح ربنا وفقنا كنا متأخرين ولكن قدرنا نرجع والحاجة اللي تطمننا إن انت في أي بطولة لما بتلاقي المستوى بيرتفع تدريجيا دي مؤشرات بتبقى كويسة وبإذن الله تبقى نتيجتها النجاح لغاية الآخر ولكن عندنا معترك صعب جدا الماتش اللي جاي بتاعي طبعا أنا بس مش عايزة روح للكاميرون لأن الكاميرون فيها حاجات جوه الملعب زي ما قلتوا في حاجات بره الملعب لازم نحطها في الاعتبار لكن خليني أخد الأول مكاسب ماتش إحنا طبعا يعني يمكن من سوق حظينا إن إحنا لعبنا ماتشين مارسون واربعات يعني ماتش الكوديفور داخل في 120 ديئة وماتش المغرب داخل في 120 ديئة فدول أعتقد برضو يعني بدنيا على اللعيبة هيأثروا بشكل كبير لكن خليني أطلع بالمكاسب الأول يعني مكاسب مبارح من ناحية الفنية شفتها إزاي في المباراة سواء عناصر أجادة سواء في طريقة لعب سواء في تغييرات كيروش اللي أعتقد هو كمان مش بس اللعيبة جوة الملعب مستوى تطور لكن الرجل كمان تخلى أعتقد يعني درجة كبيرة عن عناده أو إصراره على العند في مراحل قبل كده ومستوى مع المنتخب أعتقد كمان يعني يحسب لي زي ما بننتخده لما بيوجدش أعتقد لما يجيد لابد أن احنا نديله كردت اللي يستحب نعم طبعا يعني المكاسب كتيرا بارح أو الإيجابيات كتيرا بارح نمرأ واحد أن أنت كسبت الماتش كسبت فرقة قوية جدا فرقة المغرب كنا خسرانين وقدرنا نرجع ودي من المكاسب والإيجابيات الكبيرة جدا إزاي أن أنت تبقى خسران قدام فرقة كبيرة وهدف أنا دائما الجولة ما بيجي بقدري بتهالي أنه بيدي أحباط يعني سلاحزوا حدين يعني هو ممكن يدي لك أحباط وممكن يدي لك روح زيادة أو تركيز زيادة وده اللي حصل معنا فمن الإيجابيات أن أنت تكون متأخر وتلعب قدام فرقة كبيرة وتقدر أنت تتعادل وتكسب وتكمل للآخر من الإيجابيات برضو أن أنت لعبت قدام مئة وعشرين ديئة وبعد ثلاثة أيام بتلعب برضو قدام المغرب فرقة كبيرة مئة وعشرين ديئة دي من الإيجابيات دي برضو بتبين لنا أن الراجل اللي مسؤول عن الأحمال مش عايز أقول الأحمال لأنه ما فيش أحمال يعني ما فيش تدريب فيه أحمال دلوقتي إن المسؤول عن إعادة الشفاء بالنسبة للعيبة أو الاستشفاء ده نجح بشكل كبير جدا واضح أن اللعيبة عمل أستشفاء بشكل كويس جدا إن هم ابتدوا مبارح إحنا حسينا إن إحنا ملعبناش من ثلاثة يام مئة وعشرين ديئة وده النجاح في التدريب فدي من الإيجابيات الكبيرة جدا إيجابيات محمد صلاح طبعا مبارح ظهر بمظهر كويس جدا عمل أسست وجايب جون برضو دي من الإيجابيات إن إحنا نشوف محمد في الصورة اللي إحنا دايما مستنينوا فيها وهو فعلا أجاد مبارح والنني كمان في المطشين يعني والنني مبارح بس لسه عنده أكتر من كده يعني ممكن نيجي على النني لأن أنا عارف اللي إتنين يعني أنا عارف بس النني في مطش كنت في وراء عام المطش أنا ما شوفتش النني في المنتخب أبدا بالمستوى ده بصراح عنده حسن من كده عنده حسن من كده بكتير عنده يعني النني بالذات لأن أنا عارف إمكانياته وعارف دماغه وبالذات في التمرير والاستلام وإزاي أنه هو يتحكم في رتم الماتش عنده أكتر من كده ولكن شكله كان كويس في ماتش صح العاج ومبارح. فإجابات كتيرة جدا. الحمد لله. الإجابات تجيزة زي ما أنت قلتك يرش بس مش عايزين يوعد يعني إيه؟ يعني إمبارح كان خنقنا الشوط الأولاني كان خنق الفرقة. بمعنى إيه؟ يعني وضعه لأي من قشف في نص الملعب. ده فكر. ده وجهة نظر مدير فني ووجهة النظر دي دايما مدير فني بيحطها بناء على تخيله للماتش قبل ما يتلعب. تخيله للفرقة اللي هنلعب قدامها وتخيله لسيناريو الماتش من قبل ما يتلعب وبعدين يختار اللعيب اللي هو ينفز له التخيل أو السيناريو اللي هو شافه ينجحه. إحنا مش عايزين بقى يدوخنا كل اللعيب يلعب في مكان. كون أيمن أشرف من اللعيبة الممتازة. ولكن لما حتيجي هتحطه في نص الملعب أنا شايف أن برضو تفكير ما كانش في محله. ومش ناجح ليه؟ لأن أيمن عمل ضربة الجزاء. يعني هو حطه عشان يقفل على أشرف حكيمي في الجبهة اليمين. فحطت عشان يعمل جبهة زي ما بنسمع فيه أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف قدامه وأنني بيضم كمان معهم في حالة أن أشرف حكيمي بيبتدي يتقدم. لو أنا فاكر الجون لأن شفته أكتر من مرة أشرف متقدم أنني دخل عليه ترقص رقص أحمد الفتوح. أيمن أشرف من وراء أحمد. وبعدين عمل تاكلين جاب البنالتي. أضبط. فيبقى أنت السيناريو يا كيروش أن أنت تحط أيمن أشرف عشان يقفل الجنب ده مكان الصح. وبعدين هو فكر مدربين. لما يكون فيه باكرايت سريع وقوي زي أشرف حكيمي. فكر لإما أنا لعب عليه واحد مدافع زي ما هو فكر كده يجيب مساك ولعبه في نص الملعب أو زهيد شمال أساسه يعني ولعبه في نص الملعب زي أيمن أشرف عشان أوقفه ده فكر. وفيه فكر تاني يقول لك لو البخرة أنا أحط له العيب يهاجم عليه. يعني ينهي القوى بدل ما هيفضل مخزونه البدني كله بيستخدمه في النواحي الهجومية. لا أنا أستهلكه على أقل خليه خمسين في المئة هجومي وخمسين في المئة دافع معي. وده اللي أنا كنت شايف أنه هو الأصح. طبعا الأصح. وكان برضو من وجهة نظر يوم ما بتفرج. ولو زيزه في المكان ده كان أشرف حكيمي مش هيتقدم بالشكل ده. ولو نرجع للماتش الشوت الثاني أشرف حكيمي ما كانش زي الشوت الأولين. طيب أنا عايز حقيقة تقييم للوجوه الصعيدة. يعني فيه لعيبة شاركة في البطولة دي من غير ما يكون حد متوقع أن هم أساسا هيخدوا فرصة. يعني يعني محدش قبل البطولة ممكن كان يتوقع في وجود أكرم أنه عمر كمال يلعب أساسي البطولة كلها. أو أنه حد زي محمد عبد المنعم في وجود الوينش ويحجازي ياخد فرصة أساسا للمشاركة. أو حد زي أحمد فتوح يقدم بطولة ولا أروع والولد الحقيقة ولد صغير ما عندوش الخبرة الدولية والمشوار مع المنتخب اللي يبقى مخليه وقف على رجليه في البطولة الأصعب والأكبر. تقييمك للثلاسي ده من يعني من وجهة نظرك زي قدموا البطولة دي كابتن خالد. لا قدموها بشكل كويس جدا. وكسبنا ثلاثة لعيبة على مستوى عالي جدا. أنا وإحمد الفتوح أو محمد عبد المنعم. بالأخص محمد عبد المنعم عشان أول مرة يلعب وعمر كمال عبد الواحد. كسبناهم اثنين لعيبة على مستوى عالي. قدوا بشكل كويس. وكل ما حيلعبوا خبرتهم حتزيدوا مستوىهم حيبقى كويس. بس الرسالة اللي احنا نقدمها من دلوقتي ايه؟ كورة القدم ما بتحبش اللي بيخاف. ما بتحبش اللي بيخاف. كنت بتوجي الرسالة دي مين الاول؟ للعيبة ولا للجهاز؟ لا للجهاز. يعني أنا دايما بحب زيني. أنا مش هتزنق في العيب. ودايما انكورة القدم زي ما بقولك بتحب الجريء. بتحب المدير الفني الجريء. مش هتفرق. فلان بيلعب. ماشي. فلان حصل ظروف وهو مش موجود. وديت فرصة لحد ما خافش. ادي فرص لأن الحمد الله طلعنا بلعيبة جديدة. بس خلينا نتفق على حاجة برضو كابت الخالد. يعني كانت مشكلة دايما نتخل مصر حتى وهو بيكسب. انه كان. كنت بتحس انه تسعين ديما المعاناة. يعني الجمهور نفسه هو بيتفرج على المدش. بتحس ان احنا بنعاني. مش عاجزين. مش قادرين. العربية مش عايزة تدور. مش عايزة تدور. بنعتل طول التسعين دقيقة. الاداء مش اللي هو. لكن حتى في مدش كوت ديفور اللي انتهى بتاع عدل سلبي. لا. احنا هادرنا نهاجم كوت ديفور ونخلق فرص. وفي وقت من الوقت كنا الاخطر. ولو في شوية تركيز. ودي واحدة مدفعات اللي لازم كيلوش يشتغل عليها. وحيك ممكن تدينا روشتة كده. احنا بضيع يعني كم كبير جدا من الفرص. وخصوصا قبل مواجهة الأسود على ملعبهم وبين جمهورهم. عايزة اسمع رأيك ونصايحك بقى للجهاز الفني. ورؤيتك لمواجهة مصر والكاميرون. التشكيل والطريقة الأنسب. ورؤيتك وتقييمك كمال منتخب الكاميرون. والعناصر الأخطر فيه. بس اسمح لنا هنروح لفاصل سريع. ونرجع نكمل كلامنا مع نجميلة النهاردة كابتن خليد جدالة.